اهلا بحضراتكم من جديد في الفقرة الحوارية الرئيسية في حلقة الليلة والحقيقة شخصية الليلة وظيفي الليلة له طبيعة خاصة وتاريخ اتصور انه فيه سراء سواء معرفي او اعلامي او سياسي او حتى اقتصادي دكتور السيد البدوي اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك حقيقة دكتور سيد يعني انا محتار ابدأ منين يعني ابدأ من دكتور السيد البدوي واسألك على ملفنا الاقتصادي والنهاردة خاصة رجل السراء كان بيتكلم على اجراءات الدولة تاخد هواوة في ظل حالة من حالات عدم اليقين على المستوى الجمعي ولا اكلم حضرتك عن الحوار الوطني واهميته في هذا التوقيت ومخرجاته المتوقعة ولا اكلمك عن انتخابات الرئاسة ولا اكلمك عن حزب الوفد ولا اكلمك عن الاعلام كل ده بيدول في ذهني في وقت واحد وعايز اعمل كل حاجة خليني الاول اروح لبيت القصيد وانت كبير لعائلة الوفدية في تقبيري انت العمدة بتاع العائلة الوفدية دلوقتي وراجل ادارة الوفد في فترة كانت صعبة ومعقدة وفترة كانت فيها الوطن كان فيها على المحك صورت خمسة على شناير ومجيه تلاتين ستة انت كنت رئيس الوفد والوفد هو حزب الامة بيت الامة خليني بس اروح في النقطة تي الاول كيف كانت الامور في هذا التوقيت وبعد مرور عشر سنوات عقدة من الزمان شايف ما انجازوا الشعب المصري والقادة السيساء المصرية والاحزاب المصرية والنخب وحضرتك في عشر سنين ما فيه شك ان العشر سنوات اللي هي الماضية اللي هي من تلاتين ستة حتى اليوم كانت عشر سنوات مليئة بالاحتاج الكثيرة جدا وحتى قبل تلاتين ستة من خمسة وعشرين يناير وبعد تولي الحكم الرئيس محمد مرسي الله يرحمه بعد ما تولى سدة الحكم في الرئاسة وبدأت الارهاصات وبدأت المواجهات مع جماعة الحكم ومع جماعة الاخوان لان الرئيس محمد مرسي لم يكن هو الحاكم ولكن كانت الجامعة هي التي تحكم مصر وبالتالي اذكر فور انعقد حل مجلس النواب لما تحل مجلس النواب بحكم محكمة دستورية الرئيس مرسي اول ما تولى الحكم اعاد مجلس النواب احنا في الوقت ده حضر من عندنا اتنين نواب خطى قرار بفصله ثم كان الاعلان الدستوري اللي هو متاخذ من اعلان التمكين اللي اصدره هتلر سنة تلاتة وتلاتين كوب منه نسخة على الفكرة لم ينتبه الكثيرون الى هذه النقطة دكتور سيد انه تقريبا منسوخ من هذا الاعلان بالحرف يعني مش حرف لغويا لكن واحد اتنين تلاتة اربعا نفس الفعالية القانونية في اليوم ده كلمني الدكتور اسامة ياسين قال لي الرئيس بكلفني اخذ رأيي حضرتك في الاعلان الدستوري قلت له هذا الاعلان اعلان لا يمكن ان يمر ولابد ان يرجع الرئيس في هذا الاعلان قال لي طب الحل ايه من وجهة نظرك قلت له الرئيس يجمد العمل بالاعلان الدستوري ويدعو ويعلن انه قرر دعوة فقهاء القانون والدستور لاعادة النظر في هذا الاعلان ويجمد العمل لقيت له مخرج اهو مخرج فلقيت له مخرج كان جنبه الدكتور اسامة الايران اللي يرحمه قال له ديني الدكتور سايد فكلمته قال لي يا دكتور ده قرار سيادي لا رجعت فيه قلت له دكتور اسامة انا ما كلمتكوش انتو اللي كلمتوني وبالفعل يومها خدت بقى عملت مؤتمر صحبي سايدها على طول وقلت له يعني ان احنا يعني يعني قلت سلمان الفارسي عندما قال لسيد معور بن الخطاب والله لو اعواجكت لقومناك بحدود سيوفنا فقلت له احنا من الان سنقومك ولو بحدود سيوفنا وفعلا مكننا النائب العام انه يدخل مكتبه كان الاخوان عندهم يعني قلق من الاحتكاج بشباب الورد فاتصلت بالمستشار عبد المجيد محمود وقلت له احنا هندخلك كان الاخوان وجماعة حزمة واسمعيل حصوا ضرر قضاء العالي حصوا ضرر قضاء العالي احنا مكننا النائب العام بشباب الوفد باعلام الوفد من الدخول الى مكتبه في ضرر قضاء العالي ومعه من مراسل الحياة على الهواء مباشرة ازاع ان النائب العام قد جلس في مكتبه وعاد الى مكتب المستشار عبد المجيد محمود وكان معه المستشار عادل السعيد في نفس الوقت في نفس المشهد وخرج ولادنا خرجوه برضو شبابنا وراحوا حمو ضار القضاء العالي سوري مجلس الدولة لان كان فيه اجتماعات في مجلس الدولة في نادي القضاء اسف وكان المستشار عحمد زيند رئيس نادي القضاء شباب الوفد ايضا راحوا حمو نادي القضاء فبدأت من هنا المواجهة مع جامعة الهواء ثم كان الانسحاب من جامعية تأسية للدستور احنا كان لنا في الجامعية التأسية عدد من النواب بالاضافة للشخصيات العامة زي السيد عمرو موسى الدكتور عبدالجليل مصطفى الدكتور جابر النصار مجموعة كده ففي يوم من ايام اتصل بي الدكتور السيد عمرو موسى وقال لي عايزينك تيجي تحضر معنا اجتماع في مجلس الشورى انا كنت انسحبت من لجنة المية اللي كانت حكم يعني حطوني في لجنة المية بدون موفيتي فانا انسحبت منها في لجنة المية اللي قضية بعدم دستورية في لجنة المية التانية كان عندنا ممثلين عن الوفد اجتمعت مع ممثلي القوى الوطنية اللي موجودة من غير الاخوان وكان فيه ممثل الازهر وكان فيه بعض ممثلي احد ممثلي الكنيسة استاذ عمرو موسى قال ان بدأوا في اقرار المواد الخاصة بالدستور دون مناقشة يعني تتلى المادة ويؤخذ الموافقة من عدمه في ظل اغلبية من الاخوان لان الموافقة ايامنا في لجنة الخمسين انا كنت عضو في لجنة الخمسين اللي عدلت دستور الاخوان كان الموافقة بتمانين في المية من الاصوات عشان تمر المادة تمانين في المية تمانين في المية لكن في الظل بالصور 2012 كنت الموافقة بالاغلبية فاستاذ عمرو موسى قلت له اتفقنا انه يطلع للدكتور الموسيقى حسام الغرياني لقص لجنة المية يقول له ان لم يكن هناك موافقة مناقشة للمادة قبل اقرارها حنانسح قال له لا لا مناقشة عرض المادة واقرارها من عدمه هنا قررنا الانسحاب من لجنة المية الواب والقوة السياسية المدنية واجتمعنا يوم 19 نوفمبر في بيت الامة وعملنا جابة الانقاذ يعني جابة الانقاذ كانت من الاعمال نتيجة الاعمال والقرارات الاخوانية لكن صدرت في بيت الامة صدرت في 19 نوفمبر قبل الاعلان الدستوري على فكرة جمعنا في بيت الامة وقررنا تشكيل جابة لإسقاط دستور 2012 وأنا من أسميتها جابة الانقاذ تأسيا بجابة الانقاذ اللي شكلها الوابدي سنة 35 لإسقاط دستور صدقي سنة 30 وفعلا بعد سنة سقط دستور صدقي دستور 30 ورجع دستور 23 يوم 22 الناس المسمى جابة الانقاذ جابة الانقاذ كان اسمها جابة الانقاذ الوطني يوم 22 نوفمبر صدر الاعلان الدستوري تحول بقى تحولت جابة الانقاذ من إسقاط الدستور إلى إسقاط النظام الحكم وبدأت أول مليونية عملناها كان في شهر ديسمبر فوجئنا بالحجد الجماهيري وبالحضور الجماهيري كانت مفاجأة لنا يعني المصريين يعني كانوا منتظرين إشارة صحيح أو شرارة زي ما بيقوا من يبدأ من يوناني في أول خمسة اتشكلت حركة تمرد قبل 36 بشهرين اتشكلت حركة تمرد واحتضنها أيضا في حزب الوافد وتعاوننا معها واحنا يعني حزب الوافد سلم حركة تمرد 2 مليون استمارة من الوافد الوافدين من الوافدين بس وده يمكن أقره يعني الأستاذ محمود بدرب وأسس حركة تمرد في أحد الحوارات إن الوافد سلمه 2 مليون استمارة وكان بدأنا بقى المواجهة وبدأنا وكان قرار اسقط يعني أو يعني الشرعية سقطت عن الرئيس مرسي كنت أول من أصدره كان الساعة 5 يوم 36 لأن كان كلمة الشرعية 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 التي اتخررت يعني اتخررت قبلها فطلعت قلتني الشرعية يمنح الشعب وخرج عشرات الملايين من المصريين في كافة ميادين مصري وحفظة مباشرة للشرعية هي صاحبة الحق في منح الشرعية واليوم هي أيضا صاحبة الحق في سلب الشرعية دكتور سيد حدك قلت وانت بتشرح حاكتين وقفت عندهم لما عصام الغريان هم اتصلوا بيه وقال انه لا رجعت في هذا القرار عاية انت قلت انت رجعلي ليه في استعلاء في طريقة الحديث مع حضرتك اتنين حسام الغرياني لما قال لا مناقشات لمواد الدستور قبل التصويت عليها وده قرار فوقي او سيادي اللي اتنين دول بيفكروني بيه سيد قطب لما عمل فكرة الاستعلاء على الامة الجاهلة زي ما قال او على الناس اللي مخالفين للاخوان فبتالي كان منهج استعلائي ده مكانش ظاهر دكتور سيد قبل ما وصلوا الحكم كانوا متواضعين وكانوا بيبدو ان هم يعني يقبلك من اكتافك ويحاول لا هذا المبدأ لم يظهر احنا عقب الاعلان الدستوري اللي كان في شهر مارس بعد تناحي الرئيس مبارك والذي سمي بغزوة السناديق شكلنا لجنة اسمها التحالف الديمقراطي من اجل مصر كان فيها الوبد والاخوان واربعين حزب سياسي اخر الوحيد اللي كان خارج هذا التحالف كان المهندس نجيب سويس وانا في لقاء مع طريق سامي عنان قال لي اخبار التحالف ايه قلت له احنا ماشيين بنضع وثيقة للتحالف واللي بيضعها الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور علي السلمي وكانوا اعضاء الدكتور علي السلمي كان نائب رئيس حزب الوبد والدكتور والدكتور وحيد عبد المجيد كان عضو الهيئة العليا للوبد وكلفه بوضع الوثيقة والوثيقة دي اتراجعت في الهيئة العليا على مدار ثلاث اجتماعات متتالية قبل ما تعرض على التحالف فقلت له والله كل الاحزاب موجودة تقريبا فيما عدا حزب المصير الاحرار المهندس نجيب ساويرس فالدكتور الفريق سامي عنان طلب المهندس نجيب ساويرس وقال له انت فين يا نجيب قال له انا في ايطاليا باخد وسام قال له السيادة المشير عايز يشوفك ضروري فقال له انا راجع امريكا قال له لأ تجلنا بكرة ضروري قبل ما تروح السيادة المشير تنطوي وكلمني في التليفون بعد المقابلة قال له يا دكتور السيادة يا ريت تقنع سيادة المشير ان انا بقى بره التحالف وبلاش اكون انا موجود بالتحالف لان انا راجع امريكا ومش هايزة بقى موجود في هذا التحالف الحقيقة انا ما اتصلتش بالسيادة المشير يعني خلاص يعني اقصد اقول ان هذا التحالف لم يكن موجها او لم يكن تحالفا على الاخوان ولكن كانت تحالفا لصالح الدولة المصرية عقب غزوة السناديق صحيح عملت يعني اسمت المجتمع الى فسطاتين فسطات الايمان وفسطات الكفر صحيح صحيح فهنا كانت الوسيقى وكان اول توقيع عليها كان انا ونمر اتنين الدكتور محمد مرسي بالاضافة الى اربعين حزب سياسي منهم احزب القرابة من امه احزاب يعني مدنية ومصرية وكلها احزاب مدنية وفي احزاب كانت اسلامية موجودة برضا بعد ما مضينا على الوثيقة في ذلك اليوم كان الدكتور ايمان نور موجود معنا في التحالف وكان طبعا محسوب على الاحزاب المدنية لانه وفد الاصل يعني صحيح قالنا نحول هذا التحالف من تحالف سياسي الى تحالف انتخابي الحقيقة كان الاستاذ ايهاب الخولي كان في حزب غدا الصورة ايهاب وهو قاعد في الاخر كده عمال لي بايده لا يعني لانه وفدي احزاب سياسي الانتخاب لانه وفدي اساسا برضو فطبعا انا عملي ما كنت هتحالف لان انا عندي عندي تجربة في حزب الوابت مع التحالف مع التحالف مع الاخوان هذه التجربة التجربة رب رغم زعامة وتاريخ وعظمة وقوة فؤاد سراج الدين محسوب عليه لحد النهاردة حتى اليوم طبعا حتى اليوم طبعا وبالتالي انا عندي هذه التجربة فقلت انا برفض التحالف الاتخابي ونكتفي بالوثيقة اللي احنا اقرناها لكي تكون وثيقة يبنى على اساسها الدستور جالي بعدها بيومين الدكتور محمد مرسي والدكتور سعدي الكتاتني البيت وكان حضر في الوقت ده الاستاذ فؤاد بدراوي والمهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل الوطن حاليا كان نائب رئيس الواب والاستاذ مرجرة عازر كانت نائب عن الواب قالوا لي احنا الواب والاخوان عايزين اتحالف مع بعض قلت لهم انا لأول انتخابات بعد ثورة وانا عايز اخذ الانتخابات منفردا عشان اشوف قوة الواب ده على ارض الواقع وانا طبعا ده كان اعتزار رقيق حولوا معايا قالوا احنا هناخد 50% من القوائم والواب 40% وند 10% لباقي الاحزاب باقي الاحزاب 40% حزب 10% 40% حزب فالحقيقة انا اعتذرت قلت لهم لو عايزين تجملوني انا عايز منكم تخلولي دايرة لاثنين من الوابديين في الانتخابات الفردية للأستاذ محمد عبد العليم ولو الدكتور احمد العزبي في مدينة نصر تخلوا الدايرة دي بس ما ترشحوش قدامهم مش تحالف دا تفاهم اه مش تحالف يعني رشحوا قدامهم طبعا يعني قدامهم ما فيش اي ودخل معهم احزاب مدنية احزاب مدنية محترمة يعني منهم مثلا احزاب مصرية واحزاب اشتراكية دخلوا معهم في القوائل تحالف انتخابي دخلوا تحالف انتخابي لكن احنا لم نخوض معهم اي تحالف انتخابي وبالتالي كان لنا حرية التصرف والحرك والحركة لاننا كان انتبعنا كله للدولة والهوية الدولة والليبرالية الوافق ولشعب مصر كمان يعني والحقيقة يعني في الوقت ده برضو الدكتور محمد البرادعي الحقيقة كان معانا جدا لانه قبل الانسحاب من لجنة المية انت بتخلي هفول معاك انا مستمتع ومسمع يعني قبل ما ان انسحب من لجنة المية الدكتور احمد البرعي اتصل قال الدكتور البرادعي عايز يقعد معاك انت والاستاذ عمرو موسى انا كان عندي انطباع عن الدكتور البرادعي انطباع سلبي وكان الحقيقة انا كنت مخطئ في هذا الانطباع يعني انا كنت تكويني او فكرتي عن الدكتور البرادعي كنت واخدها من الدكتور اسمه دكتور محمد ابو شادي اللي كان نائب رئيس هيئة الطاقة الزرية وكان بيطلع في حوارات عندنا في قناة الحياة وفي القنوات كلها بيتهم البرادعي بيخون فيها الدكتور محمد البرادعي في موضوع العراق وفي انه حاول خلال تفتيش على المفاعل القصة اياه في انشاص انه انه يدخل مصر انها بتعمل يعني مشروع ناوة في مصر جيه زرنا في الوافد بعد صورة 25 انار انا كنت الحقيقة رفض الزيارة جيه زرنا وولده مصطفى بالبرادعي كان وافدي وقعد اتكلم وقلت له الحقيقة قلت له انا كان عندي انطباع عنك مش كويس وقعدنا وكان دي بداية التعرف بيني وبين الدكتور البرادعي حتى واثناء وجود الرئيس مبارك في الحكم قبل ما يتنحى كان السيد عمر سليمان الله يرحمه كان نائب رئيس كان عينه نائب رئيس رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية فجالي احد رؤساء الاحزاب يعني مش يعني وهو شخصية محترمة بس اسمح لي ما اقولش اسمه لان اقول حاجة فقال لي احنا فيه اتصال مع امريكا مع حد في امريكا علشان عايزين يتوصلوا معنا احنا التلاتة دخلت في الاتصال فكان الاتصال بيقول احنا عايزين كو تسلموا بان البرادعي وقائد ثورة 25 نايل يعني ما معناها يعني انتو تقولوا البرادعي يبقى للثورة زعيم وقائد اللي هو الدكتور محمد البرادعي فالحقيقة انا يعني عندي اي تدخل او محاولة تدخل في الشأن الداخلي دي بنا اعتبرها اهانة لي وجريمة ترتكب بالزبط اخيان انا طلبت بعديها على طول الدكتور احمد زويل الدكتور احمد زويل في 2010 قبلنا ما بقى رئيس حزب هو كان صديق الله يرحمه فكلمني قال لي انا عايز اشوفك برا مصر لان انا اما باجا زورك انا معايا قالت النيل فاي حوار بيبقى بيني وبينك بيبقى مسموع وانا عايز اخذ رأيك في حاجة مهمة اتقابلنا انا وهو في فيينا في نافق نزلنا في قتل واحد هو كان عنده مؤتمر او يعني لقاء بالنوبل يعني خاص بالحاصيل على النوبل اتقابلنا انا وهو كنا بيسيب التليفونات في الاوض وننزل نقعد في كافيج كده جنب الاوتيل فقال لي الدكتور يحيى الجمل والدكتور محمد غنيم ومجموعة من السياسين في مصر ويعني والقيادات لا احترامها طبعا كلها بعتولي بيقولولي ترشح قدام الرئيس الرئيس مبارك لرئاسة الجمهورية احمد زويل دكتور احمد زويل فقلت له فانت رأيك ايه اعدت معا الحقيقة ثلاث جلسات يعني ثلاث لقاءات مطولة اقنعته بان ترشحه لرئاسة الجمهورية اعطلو حتهان والرئيس مبارك هينجح وانت في الاخر انت عالم وليت قدرك وما فيش المناخ السياسي لا يسمح بالمسألة دي فقل انت رأيك قلت له انا رأيي ان انت تعلن انك عشت عالما وستموت عالما وانا حجيب مندوب قناة الحياة في بينا كنا رايحين وقتها بقى لقاء في السفارة المصرية في بينا مع المصريين خليت من مراسل الحياة في بينا هو مصري يعني يسأله هل حقيقاتنا دكتور محمد هل ترشح لانتخبات الرأسية؟ فقال انا عشت عالما وسأموت عالما وازعناها في قناة الحياة بعد هذه الجلسات المعمقة في بينا فلما حصل الاتصال ده بخصوص الدكتور محمد البرادعين كلمت الدكتور زويل قلت له انت خلاص قاله في زماغي ان الدكتور زويل رئيس الجمهورية ده أصلح عالم حصل على نوبن بحل تقدير العالم كله لو ترشح لرئاس الجمهورية مين يقدر يواجهه يعني يعني دي كان هيبقى فيها خير يعني في 2012 لو حطيت الدكتور أحمد زويل بجوار كافة المراشحين مع احترامي للشخصيات اللي ترشحت كلها لا دكتور ده دكتور أحمد زويل بس مش سياسي بعيدا عن السياسة بعيدا عن السياسة بنجوريون أول ما قامت إسرائيل عرضوا على أينشتاين يجري ايدكم هوريت ومنجوريون كان عالم ودي اللي قال هالي دكتور أحمد زويل ما نقولته كلمتك دي برضه دي اللي قال هالي وبعدين بس كان عنده رغبة كان عنده رغبة كان عنده رغبة كان عنده رغبة يخدم بلده مش رغبة ما هو أحمد يعني سوريا دكتور أحمد زويل الله يرحمه قدره العلمي وقدره الدولي وتقدير العالم له يفوق رؤساء الجمهوريات لكن هو كان لديه رغبة يخدم بلده صديقاً يخدم بلده لكن أنا فيه دكتور سيد ماليش أنا مش عزقتها خالص بس فكرة أنه شخصية أمريكية تتصل وتقول هاته البلدي وتصل بمجموعة من نصريين مش قادر تحد مني الحياة دا حصل بس دا انت راجل سياسي طبعاً وبلده كمان دا علامة استفايا هم كان في الوقت دا شايفين الدكتور محمد البردعي أن الثورة بلا قائد وفعلاً الثورة كانت بلا قائد وبلا قيادة وأن الدكتور البردعي كان فيه استقبال من السياسيين ومن الثورة كان استقبال جيد للدكتور محمد البردعي وده اللي خلاني بقى أطلب الدكتور أحمد زبيل طلبته قلت له دكتور أحمد لازم تنزل مصر حالاً وأنا حدخلك مداخلة في قناة الحياة تعلن أنك أنت متابع الأوضاع في مصر وأنك حتنزل تقابل نائب الرئيس اللي هو عمر سليمان قال لي أنا نازل دبي وحجم دبي على القاهرة وفعلاً نزل دبي وأعلن وجاء قبل اللي هو عمر سليمان الله يرحمه ثم كان القانون الذي يمنع من حمل يعني إيه الأول كان ممكن يتنزل عن جنسيته للوقتي من حمل في يوم من الأيام الجنسية غير الجنسية المصرية فمنع من الترشيح الدكتور أحمد زويد ده يعني فكرة الدكتور برادعي وعايز أرجع للقاء اللي عملناه في البيت عند الدكتور أحمد البرعي أنا والأستاذ عمرو موسى والدكتور أحمد البرعي والدكتور محمد البرادعي وكان وجهة نظره أن التيار المدني ينسحب من لجمة الماء كان وجهة نظره وكانت وجهة نظر صحيح بس يومها أستاذ عمرو موسى يعني احتد في الحوار وقال له احنا بينا نخش تعليمات من حد ما معناه يعني ودي مستروكة كان تعليمات من مين من أمريكان ولا من لا 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 مش من الأمريكان الأمريكان كانوا مع الإخوان الأمريكان كانوا مع الإخوان قولا واحد طبعا قولا واحدا وأولا وسانيا وسالسا ورابعا طيب هنا بحية دي الأمريكان مع الإخوان قولا واحدا وسالسا ورابعا وأنا متفق معك مئة بالمئة وهم اللي طلبوا ان البرادعي يطلعوه على الساحة دي مرضو مش عام تستفهم تانية بس كانوا مع الاخوان ايوه طبعا وقت ما كان قبول الدكتور محمد البرادعي في الوقت الثورة كان قبول ايجابي من طيارات ثورية من بعض شباب في البداية اه كان قبول ايجابي كان قبول ايجابي وبالتالي هم ارتقوا ان هو ممكن يبقى هو قائد الثورة لكن الاخوان ما كانوش كانوا مع الامريكان الامريكان كانوا مع الاخوان يعني في زيارة للسفيرة الامريكية اللي هي في البيت بخصوص الموضوع ده وتكلمت بشكل واضح لا ده كلفتني بشكل واضح يعني ايه بقى طلبت زيارتي في الحزب ده ان باترسون ان باترسون عن طريق الايجابي للعلاقات الخارجية قلت له لا انا مش هقابلها في الحزب انا مش هقابلها يعني اعتذرت عن مقابلتها قلت له النهاردة معروف ان الامريكان بيدعموا الاخوان واحنا جابت الانقاذ ضد الاخوان فهقابلها حقصير الرأي العام علي رجع كلمني قال لي هي عايزة تجيلك البيت جات لي البيت فعلا هي وزوجها ونائب السفيرة وكان حاضر معايا نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية السفيرة مجدى عبدالباري قالت بالكالب التالي يعني قالت الوابد والاخوان ده الاقدم قواتين سياسيتين والمجلس العسكري والرئيس وفقه ان الوابد يشكل حكومة وهنا انتو كده هيحصل استقرار في البلد وحتعدي الوابد هيحكم لفترات طويلة الحكومة وفدية والرئيس اخوان ده كان الرؤية الامريكية كانت الرؤية الامريكية فقرت لها طبعا غير مقبول يعني انا جي في دماغي على طول وقتها حجس 4 فبراير سنة 42 اللي هو لما الجيش الانجليزي حاصر بالدبابات الاصر الملكي بالدبابات وطلب ان الوابد يتولى الحكم وقيل وقتها ان حكومة الوابد جاءت على اسنة رماح الانجليز طبعا معناها كانت انقاذ انقاذ للوطن بس برضو التاريخ لا يرحم لا يرحم التاريخ لا يرحم والزعيم يعني زعيم الامة مصطفى باشر نحاس تنينا دي نقطة عندنا نواجه بيها في كل موطع وفي كل مكان طبعا فجات في ذهني فورا فقلت لها لا طبعا انا اعلنت ان انا لن اتولى منصب رسمي في الدولة بخلاف رئاسي الحزب الوابد وقلت لها طلب مني اثناء حكومة الدكتور كمالي الجنزوري كان طلب مني الفريق سامي عنان ان انا اروح للدكتور كمالي الجنزوري اقول له قدم استقالتك لان كان لسه رئيس الجمهورية ما جاش وكان الاخوان رفضين قرد صندوق النقد الدولي اه في الاول رفضينه في حكومة الدكتور الجنزوري فالفريق سامي عنان طلب مني ان انا اروح للدكتور كمالي الجنزوري يعني بشكل لطيف اقول له اقدم استقالتك لان الدولة محتاجة للخمسة مليار دولار اللي جايين بتوع صندوق النقد الدولي ودول بيدوا جدارة التمانية لمصر ومصر في مشكلة لان كانت في 2011 كان الوضع سيء جدا يعني رحت للدكتور كمالي الجنزوري وكان معي طاهر ابو الزيد اللي كان وزير الشباب وابدي طبعا كابتن طاهر وكانت الدكتورة فايزة ابو النبي حضر اللقاء وقلت للدكتور كمالي الجنزوري ان الاخوان وانا في الطريق قبل ما اروح للدكتور كمالي الجنزوري كلمت الدكتور محمد مرسل اللي ارحمه كان لسه بباشر ايض الجمهورية كان رئيس حزب وحرية فقلت له دكتور محمد مفيش امل للتعاون مع الدكتور كمالي الجنزوري قال لي اطلاقا ده بيحرق الارضة قبل ما يمشي وحيسلمنا الخزنة فضيعا تعبير بالضبط زي ما قالوا اللي ارحمه وكذلك الدكتور سعج الكتابتي كلمته قال لي نفس التعبير فرحت للدكتور كمالي الجنزوري وقلت له قال لي اوقفوا معي قلت له دولة الرئيس انا فرعا تقدر هذا الرجل جدا قلت له دولة الرئيس احنا عندنا 45 نائب في الشعب و 15 في الشورى يعني في الاخر الاخوان والسلفيين بيعملوا اغلبية فالمهم قال لي هادي رسالة ولا نصيحة بروح اه اطلق رسالة قال لي رسالة من مين اطلق رسالة من ساتة المشير قال لي بلغ ساتة المشير ان انا مش هستقيل ولو عايز يمشيني يقلني بلغت الفريق سامي عنان لقيت بالليل بيطلبني الاستاذ رامي لك فقال لي انا عايزة قبلك قلت له يعني الالحاء مردتش عليه في الاول كان فيه يعني خلاف كده بينه وبينه الاستاذ رامي لك خلاف سياسي يعني فمردتش عليه فكلمني الفريق سامي عنان قال لي رامي بيكلمك رد علي يا دكتور ساي هو عايزك في موضوع مهم انا فكرت الفريق سامي عنان عايز ياخد رأيي ايامها بقى كان فيه فضل يعني ايه فيه ارهاصات الترشح لرئاسة الجمهورية بعد كم شهر يعني فقلت له يا ساتة الفريق انا هقابله وصديقك من صدقك انا بعد المقابلة هقول لك رأيي بكل صراحة على انه في دماغي انه عايز ياخد رأيي في انه يترشح لرئاسة الجمهورية فقابيني لأستاذ رامي لكح وقال لي انه كان قاعد مع ساتة المشير والفريق سامي عنانا النهاردة وقال له من يقدر يقنعني ان انا شك الحكومة وقال لي ناجي معاك ابقى وزير مجلس وزراء وانا مش هتعبك في حاجة يعني كلام ايه يعني محاولة للإقناع والتيسير علي يعني اطلطة بالديني بفرصة الاول رفعت واعطة بالديني بفرصة لحد بكرة لان الفريق سامي عنان قبل مائفل معايا قال لي لأ نام النهاردة وارتح كده وتعللنا بكرة فورحت للفريق سامي عنان تاني يوم قلتوليش معنى بستاذ راب اللي انتو رعته يعني فقال لي هو اقنع المشير انه يقدر يأثر عليك عشان تقبل فقلتوله الحياة ساتة الفريق الموضوع مش مش تشكيل حكومة الموضوع انتو تفكروا زيها تطلعوا احنا كلها ثلاثة اربع شهور والرئيس اللي جاي جاي من الاخوان ففكروا ازاي حتطلعهم من الوزارة الدفاع قال لي وإحنا عملنا ايه دكتور سيد علشان يتعمل معنا حاجة قلتوله انتو ما عملتوش حاجة عملت كل خير للبلد ولكن الرئيس هيجي اخوان والاخوان عاديين يكسروا المؤسسة العسكرية وكسر المؤسسة العسكرية في القائد العام وفي رئيس الاركام وحتلاقي بلاغات وإهانات وتحقيقات واتهمات ورايح النهاردة النائب العام ورجع من عند النائب العام وكلام وفي الاخر وهيتم عزلكم فرد الفريسة معنان مش عارف الرد صح اقوله ولا ما يصحش بس اللي قاله يعني قال لي لو عمل كده اناقفل علي الباب ما نطلعوش من الحقيق يعني ده اللي حصل يعني يعني ما كانش صح ان اقولها بس هو ده اللي حصل يعني انا نزلت فريسة معنان يعني كان تربطني بي علاقة طيبة الحقيقة كان بيوصلني لحد باب الوزارة يعني السواقب بتاع بعد ما مشينا قال لي ست الفريق للسواقب سرح في اللي انا قلته واعتصرت طبعا عن قبول تشكيل الحكومة وفي الوقت ده اعلنت في تلفزيونات ان انا حاكلم بتشكيل الحكومة فدي وقعة بالنسبة للدكتور كمال الجنزوري رجعنا بقى في جبهة الانقاذ وتشكلت جبهة الانقاذ وبدأ يتواصل معايا خلص احنا حددنا مطالبنا في جبهة الانقاذ وقلنا نمرة واحد اقالة حكومة الدكتور هشام انديل وتشكيل مطالب جبهة الانقاذ وتشكيل حكومة وحدة وطنية اتنين تشكيل لجنة لتعديل الدستور وايقاف العمل بيه تلاتة اقالة النائب العام وتكليف مجلس القضاء الاعلى باختيار نائب عام جديد اربعة الدخول الدخول في حوار وطني لوابع اجندة العمل خلال المرحلة القادمة دكتور سعد الكتابني اتصل بيا وطلب يقعد معايا جي قعد معايا في البيت وقال لي احنا مفقين على طلبات جبهة الانقاذ قلت له انا مقدرش ارد الوحدي يعني لازم السيد عاملو موسى الاستاذ حامنين صباح تيارات الجبهة الدكتور محمد البرادي الاستاذ حامنين صباحي ما جاش معنا ما جاش حضر لانه الشباب اللي عنده شباب ثوري يعني يعني لو قعد قعدة زي دي بيقلب الدنيا الشباب عنده فقعدنا وجئن بالنيابة عنده الدكتور احمد البرعي وابدى الدكتور سعد الكتاتني موافقته على طلبات بقي الدانجلس مع الدكتور محمد البردعي وجلسنا ايضا مع الدكتور محمد البردعي وابدى برضو الدكتور سعد الكتاتني مع الدكتور بردعي موافقته على طلبات جبهة الانقاذ اتصل بي اللي هو العصار وقال لي الاخوان وفقه على رئيس وفقه على طلبات جبهة الانقاذ وانا عايزة كدكتور سيد تروح للدكتور كمال الجنزوري المراضي بقى اروح اقول له يعني ووفقه على الدكتور كمال الجنزوري هو اللي يشكل الحكومة وفقه اتقول له انه مكلف بتشكيل الحكومة بموافقة المجلس العسكري والرئيس فروحت قابلت الدكتور كمال الجنزوري وقلت له انا جاي الرسالة كذا 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 قال لي طب انا ليا طلبين يا دكتور سيد الطلب الاول ان اخذ سلطات كاملة بتشكيل الحكومة الطلب التاني ان قرد السندوق انها كان لسه الحد برضو دلوقتي ما حصلوش على القرد الطلب التاني ان قرد السندوق النقدي الدولي يؤجل الاجراءات الاصلاحية المطوبة المدة عني دون القرد ويؤجله الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة لبدة سنة وقال لي وانا وزير تخطيط قدرت اعمل العملات دي قلت له لك علي انا وعمر بي موسى حنقدر نسافر وكان علاقتنا بسندوق النقدي الدولي وبالصفر وبالوزراء كانت علاقتنا طيبة وكانوا بيزورون بيت الام في الوبد باستمرار يعني قلت له اللي هو العصار قال لي طب اتصل بالدكتور سعد الكتاتني بلغه قللت الدكتور سعد الكتاتني قال لي طب الوزراء الاخوان هنعمل فيهم ايه قلت له هما كان وزير يا دكتور سعد قال لي حوالي 8 وزر فكلمت عمري بي موسى قلت له يا دي تقنع الدكتور كاميري جنزول ان يقبل 8 وزراء دول يعني عايزين بكانش واضح ان احنا في 36 يعني قصة 36 بكانش مؤكدة يعني ان احنا نقدر نمشي كان كلها لسه ارهاصات ارهاصات يعني احنا كنا في الاول في اول عمل جابهة الانقاذ يعني المهم الدكتور كاميري جنزول اللي يرحمه قبلة بال بالتمن وزراء بالتمن وزراء بلغت الدكتور سعد الكتاتني عشان يبلغ الرئيس ما جاليش رد فاده برضو يعني ما جاش رد ما جاش رد ما كنت شايد رفض بالظبط كده وزير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسي في وقتها كان مع يعني التوافق الوطني وكان قلق على الاحتراب الاهلي لانه كان عارف كواسة اوي ان في قوة متطرفة من ليبيا داعش وغير ليبيا وموجودين في قلب مصر كان اريل اريل صورة اريل مشهد طبعا ده حتى يوم قبل قبل 36 في اسبوع كان فيه بكلمة برسالة لنا واحنا مجتمعين فحاول التوافق واحنا في جابة الانقاذ بعد اول مليون قبل اول مليونية دعانا اللي هو العصاري يعني الفريق اول عبدالفتاح السيسي وهو وزير وهو رئيس لا يتصل باحد مباشرة يعني لازم من خلال ولا يجتمع باحد منفردا يعني لابد من وجود اكثر من شخص في نفس الاجتماع اتصل بنا اللي هو العصار قال لنا سيد الوزير عايزكو في اجتماع اه اجتماعي كده يعني على الغده هتقعدوا هتتتغدوا مع الرئيس لا اكثر ما فيش كلام غده مع الرئيس في وزارة الدفاع مع الوزير مع الوزير اه انا اذر رئيه الوزير لا غده مع الرئيس الجمهورية وقتها مع الرئيس الجمهورية مع الرئيس محمد مرسي وقتها اه غده فاحنا الحقيقة قلنا حيروح المساعدين بتوعنا للغده ده مش حنروح احلى ولان احنا ما كناش بنقدر نرفض طلب لوزارة الدفاع لان احنا كان املنا كله ان السند لاي تحرك شعبي واللي حيحمينا هو الجيش واللي حيحمينا من ان احنا يعني نتدبح هو الجيش صحيح يعني اللي حيحفظ علاقنا هو الجيش والناس بتوعنا تطريق اتصل بهم اللي هو العصار قال لهم لا الرئيس الجمهورية رفض يجي طلعنا اول مليونية و بدأنا الحركة وبدأنا التحرك يوم 23 ستة قبل 36 باسبوع كنا مجتمعين عندي في البيت كنت انا والدكتور محمد البرد والستاذ عمرو موسى والاستاذ حمدين صباحي والدكتور محمد ابو الغار والاستاذ سامح عشور والاستاذ عبدالغفار شكرا والاستاذ سيد عبدالعال والدكتور احمد السعيد رئيس حزب المصرين الاحرار وقتها واخرين يعني كان اجتماع بنعد العدة ل36 خلاص فاضل اسبوع القوى المدنية القوى المدنية جابة الانقاذ تحديدا فالقيت المشير المشير اه ما كانش لسه بقى مشير كان فريق اول فقلتولي يعني ارجع قال لي ارجعت للمجموعة وقلتولهم اللي هو العصار معي على التليفون وفي رسالة من سادة الوزير الفريق اول عبدالفتاح السيسي لنا فضل سادة اللي هو بدأ يقول لي اللي هو العصار وانا بردد وراه ان ان المصر فيها جماعات مسلحة باسلحة لا تستخدم غير في المعارك الحربية واحنا بنخشى على المصريين من احتراب اهلي والقوات المسلحة مش هتقدر تقف صامتة امام هذا العمر ولذلك بنرجوكم للدخول في حوار اخير مع الرئيس لا اخر لحظة اخر لحظة علشان اللي بس عشان انا بقولها ليه وليه بكررها على طول عشان من يتحدثون ان كان هناك انقلابا مضبرا والله ما كان كده ملوش اساس اساس يعني في الدولات اخر لحظة يوم تلاتة وعشرين ستة تلاتة وعشرين ستة قبل اسبوع قبل اسبوع الحياة طبعا ردوا كل الموجودين قالوا احنا حاولنا وحاولنا وحاولنا وانتو حاولتم وحاولتم وحاولتم لكن قولنا في النهاية طالما الدعوة جاي لنا من وزير الدفاع حنلبيها بس مش حنروح بقى كلنا حيروح المنصق العام في هذا الوقت وكان هو الدكتور محمد البردعي يروح بدام الدعوة طالما ان الدعوة جاءت من وزارة الدفاع ثم قلغيت الدعوة لان الرئيس الجمهورية وقتها الرئيس برسي رفض برضو انه هو رفض برضو رفض برضو كل المحاولات وطرق ابواج رفضت رفضت بالظبط كده يعني فدي دي ذكريات دي ذكريات عظيمة جدا على فكرة مهم جدا انا قاعد بسمع واستمتع وحاجة اننا بنوثق جزء من التاريخ وشاهد على احداث كانت مهمة جدا خلال الفترة ده جزء من الاحداث خليني بقى يعني سريعا للوقت وده مهمة بالناس بل الناس اللي حضاك قلت مهمة جدا ربما اهمة من اللي انا كنت عايز اتكلم فيه لكن خليني سريعا مش هقدر اقعد معاك وانت كبير الوفديين وما تكلمش على الحزب الوفد ورؤيتك ليه الاوضاع داخل حزب الوفد دلوقتي والمستقبل الشباب الوفد شوف اقول لحضرتك حاجة يعني هو الحزب حزب الوفد حجب عن الحياة السياسية من سنة تلاتة وخمسين لسنة اربعة وثمين ثم عدى الوفد قوي وفا اربعة وثمانين لو كان فيه يعني اشراف قضائي لانه ما كانش فيه اشراف قضائي والله كان الوفد اخذ الاغلبية فا اربعة وثمانين كان استقبال الشارع المصل والاستقبال عظيم وبالتالي انا مش قلق على الوفد هناك خلافات وحرية الاختلاف داخل حزب الوفد من الامور المسموح بيها لكن هي تجاوزت حدود حرية الاختلافات ووصلت الى امور يعني الواحد يعني الحقيقة مش مصدق انها ممكن تحصل في حزب الوفد من تجاوزات وايهانات وسباب وحاجات كده اما بالنسبة للتراشح لرئاسة الوفد احنا عندنا نظام داخلي رئاسة الجمهورية اعسف عندنا نظام داخلي بيحكم هذه المسألة والنظام الداخلي هو دستور الوفد ولا بد ان يحترموا كل وفد وفي النظام الداخلي ما فيش اي تفرقة بين شاب الوفد وبين رئيس الوفد نفس الحقوق ونفس الواجبات رئاسة الوفد او عضوية الهيئة على العليا دي مسئوليات بتكلفها بتكلفوا الليحة باداء دكتور عبدالساند يماما قرر التراشح لرئاسة الجمهورية ثم اجتمع بالهيئة العليا اجتماعات خارج مقر الوفد ودي هي الخلقة المشكلة يعني لو ان هذا الاجتماع عقد في حزب الارد بمحضر اجتماع رسمي وبحضور الهيئة العليا وبمناقشة واقرار وتقرير كان ممكن المسألة تتم وكان ممكن ما يفكرش حد يترشح لان كانت وقتها لسه ما فيش حد صحيح لكن احنا النهار ده قدام نص واضح جدا ملزم وملزم يعني عندنا المادة 19 والمادة 19 مقرر وانا اللي اضفت المادة 19 مقرر والمادة 19 لان قبل كده الليحة التي وضعها الدكتور وحيد رأفر في عهد فؤاد بشر سراج الدين لم يكن هناك انتخابات لرئيس الجمهورية كان رئيس الجمهورية بيختار ثلثي اعضاء مجلس الشعب ويتم الاستفتاء العام عليه فحطيت ان من حق الهيئة العليا تقرر خوض الانتخابات من عدمه وان كان هناك مرشح وحيد قد يجوز للهيئة العليا ان تقرر لكن مين صاحب الاختيار بين اكتر من المرشح لو تعدد المرشحين هي الهيئة الوافدية او الجمعية العليا ده نص واضح ونص صريح ولابد من التزام بهذه النصوص او احداث اي نوع من التوافق بين المرشحين ما فيش مخرج ثالثة هل ممكن انه حضراتك تقوم بهذا الدور؟ دور توفيقي او يعني لانه اسرة وفدة؟ يعني شوف اقول له حضراتك الموضوع خرج عن اطار بقى فيه حدة يعني بقى فيه مرشح ومعه مصر على الترشح ومرشح اخر داخل لاعمال نص الليحة اللي هو الاساس فؤاد بدراوي هو مش مترشح عشان يبقى مرشح رئيس المرش يعني الساس فؤاد بدراوي مش في دماغه ان يترشح يعني طب ليه عايز عطر عبد السنة دي ما؟ عايز يقر مبدأ الانتصار للليحة انتصار للليحة مش يعني يعني لو كنت فيها تتسأل الساس فؤاد بدراوي هل انت سألته لا لا مش في دماغه طب لماذا لا تقوم بمبادرة ليه لم الشامل يا دكتور سيد يعني اعتقد انه الوفد يستحق الوفد يستحق اه الوفد يستحق لكن عارف هقول لخضرتك حاجة في مسأل كده ايه يعني انا الوفدين دلعيتي فعلا يعني وانا مش عايز اكون بدخل افرد اراضة عليهم لان النهاردة فيه غضب جوه الوفد حقيقة الامر فيه غضب جوه مش عايز اقول جوه مية في المية من الوفدين لان فيه طيب مجبوعة تأيدي دكتور عبد السند طبعا لكن الاغلبية الوفدية فيها غضب من عدم اعمال الليحة فيه غضب الغضب ده محتاج الى هدوء شوية محتاج الى بعض العقلانية محتاج الى محتاج الى هي فكرة فكرة الاسرار على مخالفة الليحة في حد ذاتها دي في النص في نص نظام الداخلي بتاعنا ده بالصور ده في نص الداخلي يحلق الى التحقيق كل من يخالف النظام الداخلي يعني يخالف النظام الداخلي يحلق الى التحقيق يحقق معاه وقد يؤخذ ضده اجراء واللي منفروض يحيل المخالف هو رئيس الحزب لانه لم يرد في ذهن دكتور وحيد رأفت وهو يضع ان رئيس الحزب يخالف ان رئيس الحزب يخالف ان رئيس الحزب ممكن يخالف النظام الداخلي هل توصلت مع احد لا الحقيقة لا الحقيقة طب ليه دكتور سيد هقول لها حضرت يا حضرتك اصلا الحكايات او المتنطرات اللي حكيت هالي على دورك في خلال الفترة الصعبة جدا هتقد يعني ده حدث سهل بالنسبة لمقارنة هو حدث سهل لكن انا بتعطي عن الوابد خمس سنوات وكان وجودي دائما مؤرق لاي رئيس حزب سواء للبصشار بها ابو شقة اللي قرر اسقط عضويتي لمجرد ان الناس بتحبني يعني انا رحت زيارة لحزب الوابد مرة بعد بعد انا انا يعني اا اا فتحت باب التراشح لرئاس الوابد قبل نهاية مدتي بحوالي ثلاث شهور ومكنت المص شربهاء لما نجح قدمت استقلتي من رئاس الوابد بعد ما نجح عشان امكنهم من ادارة الوابد فبعدها باسبوع اتحاد الشباب الوابدي عامل اجتماع الشباب كلموني لازم يشوف حضرتك رحت استقبلت طبعا زي ما كنت باستقبل استقبل باستمرار مص شربهاء كان جاي الحزب صور الاستقبالات بتاعتي ومقابلة الناس ليا والاحتفال بفجودي نلوشلت على المواقع الوابدية اللي نشر الصور اتفصل وانا اسقطت عضويتي فابتعدت النهاردة عدت اربع سنين بعيدة عن العضاء والسنة دلوقتي برضو من قام الدكتور عبد السنة دي اماما هو الحقيق الراجل معايا علاقتي كويسة بي يعني يعني حتى لما بقولي تعالى اقول له انا مش عايز احرك مشاعرك تجاهي كان حتى في مؤتمر للوافد في طنطق وكلمني الدكتور عبد السند عشان اروح اقول له دكتور عبد السند انا مش عايز للمؤتمر دي بلدي وحتلاقي الوافديين حيستقبلوني بالاستقبال المعتدين عليه انا عايزك تطلع مبسوط من المؤتمر ايضا كان في بس هو رجل لطيف اوه اوه رجل لطيف يعني برضو عنده عنده نوع من الزهد يعني شايف انا يعني هو رجل طيب طبعا ومؤدب ومتدين يعني مفيش كلام في كده يعني يعني مفيش كلام في كده لكن برضو السياسة السياسية فده اللي مخليني متردد في ان انا اخد اي موقف او اعمل اي توافق او اروح انا مبروحش حزب الوقت خالص يعني انا بقالي خمس سنين مروحتش غير يوم انتخابات الهيئة عشان قدلي بصوت طيب بس موضوع الفصل ده غريب شوي اه ما يعني لا يعني لما يجي طبعا 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 يعني وانا مفيش تصحيح للواقع دي ابتور سياسة لا ما خلص تم تصحيحها دكتور عبد السند اه تم تصحيحها يعني الوقت الوقت دهمنا لكن قبل ما ما اختم في ديئتين كده لو حلالك اطلالة سريعة على ما تم في مصر خلال عشر سنين يعني لسه كنت بكلم قبل الحرارة ما تيجي وبقول يا جماعة احنا عشر سنين مرة حافظنا على الدولة من الدول اللي جنبنا وقعت حافظنا على الدولة وانجزنا وانتجنا ورغم التحديات وعدنا بكورونا وبنعدي اه وفي محاولات لاحباط الناس ومحاولات لشق الصف وغيره لحالك قلت من شوية انه محاولات دائمة لمحاولة تكسر مؤسستنا وبنقف لها بالمرصاد من خلال خبراتك وتجاربك شايف العشر سنين مصر عملت ايه ومستقبل كمان نقدر بيقول لشبابنا ايه شوف العشر سنين اللي مره طبعا كانوا من اصعب عشر سنوات في تاريخ مصر يعني الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى مصر وهي دولة ايلة للسقوط فعلا اقتصاديا دي حقيقة اه مش مبالغة انه فعلا كانت بدولة بالارقام كانت دولة ايلية للسقوط اقتصاديا سياسيا امنيا كان الاحتياط النقد بتاعنا في 2014 كان 14.3 من 10 مليار دولار بما فيه الدهب يعني لو جيت كده هتلاقيهم في الاخر 7-8 مليار دولار اللي موجودين نقدا تقدر تتحرر بيهم كان الارهاب منتشر في كل ربوع مصر وعندنا مقتل النائب العام حاولك مقتل الوزير الداخلية لو محمد ابراهيم يعني مش في سيناء بس ده بعد سنوات من المواجهة قدرنا نحصر الارهاب في سيناء خنقنا لحد ما خلصنا عليها فكانت مصر دولة ايلة للسقوط كان الناتج المحلي ايامها في 2014 كانت 2-1 من 10 تريليون جنيه النهاردة الناتج المحلي 11-4 من 10 تريليون جنيه الرئيس كان مضطر ليه الدخول في الاقتصاد اه كان مضطر كان فيه حالة من حالات الفوضى في السورات دائما يخرج ما ما هو اسوأ ما في الناس صحيح كان فيه ثورة في كل بيت في المجتمعات الصناعة في المصانع في المصانع انه كان عندنا كل اسموع اضراب فيه ناس منعت صحاب المصانع منها تخش مصانعها صحيح فكان فيه حالة من حالات الفوضى الاعتماد على المدنيين في ادارة المشروعات الاقتصادية كان شبه ما يقوس منه فلجأ الرئيس اجراءات اجراءات موازية بافكار جديدة بافكار جديدة وخلق مصانع واقتصاد مملوك للدول النهاردة التقارير كلها اللي طلع واخرهم تقارير تصادر عن معهد التمويل الدولي ال IIFC وده معهد الدولي مختص بالاقتصاد والاموال بيقول ان مصر نجحت في عبور الازمة الاقتصادية وبالارقام تكلم عن الزيادة الحادة في السياحة احنا متوقع ان احنا يصل عدد السياح يعني لحد شهر ستة تلاتين ستة تجاوز العدد التمانية مليون سائح لأول مرة فمنتظر عندك عن اقل 16 مليون سائح وحنوصل بقى زي اسبانيا في خلال ثلاث سنين نتيجة الجهد اللي اتعامل القضاء على الارهاب الطرق بنية التحتية اللي اتعاملت الصدرات 51 مليار الصدرات بالضبط العجز في الميزان التجاري تراجع من 3% الى 1% من 10% كل دي ايجابيات لكن النهاردة عايزين استثمار صحيح وعايزين استثمار عربي واجنبي صحيح انا عايز او مصر محتاجة الى دخول دولار ما ينفعش يبقى الاستثمار المباشر في مصر 9 مليار وفي دولة الامارات 23 مليار احنا اكبر سوق في المنطقة من حيث عدد السكان احنا بوابة افريقيا احنا بوابة للمنطقة العربية والكل المستثمرين عند قناة السويس وعندك البحر المتوسط وعندك البحر الاحمر ما ينفعش يبقى الاستثمار المباشر 9 مليار دولار والنهاردة اعلن دكتور مصر دولة 10 و13 قد يكون النهاردة برضو برضو ده طبعا طبعا لا مش احلام احنا عزين عزين 100 مليار بالزبط كده وبالتالي ده بينتظر حاجة يعني بتمنى فضل ان الرئيس يعلن الرئيس كان مضطر خلال العشر سنوات دول ان تتدخل الدولة في الاقتصاد وتنشئ مشاريع وكينات اقتصادية الرئيس تم اعلن ان الدولار سابت النهاردة الـ اي اي اف سي ده اللي هو بعد التمويل الدولي بيقول ان الدولار في مصر حينزل قيمته وحيبقى متوفر وهيبقى فعلا زي بتاريخ الرئيس الف مرة هيبقى تاريخ ازمة الدولار وقال ان التأرير بتاعه ده في نهاية الخلاصة اللي كاتبها ان قال ان التأرير بتاعه ده هو بيؤكد على التقارير التي صدرت من مؤسسات اخرى ده عن الاقتصاد المصر والتأرير ده صدر بقى لحالي اسبوعين وبالتالي احنا على ابواب طبعا البشروع واشف بيك الدولة صدرت وعايزي ننفذها لا انا انا عايز الرئيس نتخلى عن ملكية الدولة للبشروعات الاقتصادية الدولة مش مستثمر صحيح ابدا الدولة منظم رجلتو الدولة منظم ومشرع وبالتالي لو الرئيس اعلن انه كده من اجل مصر اضطررت الى ان تتدخل الدولة في المشروعات الاقتصادية ونجحت في انها ترفع الناتج المحلي من اتنين واحد من عشر الى احداشر واربعة من عشر تريليون من اجل مصر النهاردة ايضا باعلن تخرج الدولة من المشروعات الاقتصادية وفقا لخطة تضاعها الحكومة للتخرج حتى لا تهضر قيمة هذه المؤسسات من شرعها لو الرئيس عمل كده والرئيس قادر بس وثقة ملكية الدولة بس وثقة ملكية الدولة خدت بعض المشروعات 79 مشروع واستسلت بعض المشروعات انا عايز الدولة لا تزاحم في الاقتصاد مش دور الدولة النهاردة دور الدولة ان يبقى عندها ودايع دولة مفهومة بس الدولة يعني مبارحة النهاردة طبعا الموافقة المبدئية طلت من مجلس النواب على الغائر الاعفاءات والانتيازات المزايا ده قرار عظيم جدا جدا الموافقة ايه اه لا ده قرار مبدئي لكن القانون خلاص يعني موافقة مبدئية على القانون لكن هيقر لان ده قانون مقدم لا بيقولوني شباب انه اقرروا النهاردة تم تصويت نهائيا النهاردة اه كمان ممكن انا كنت ما تبعتش الاخر يعني دكتور سيد انا مشكول انا كان نفس اتكلم في حاجات كتير لا بد ان يكون هناك ملحق لهذا اللقاء لانه انا التاريخ بيستهويني والتوثيق ضروري والمستقبل والمستقبل اهم طبعا بتالي بس انا ما نقرأ التاريخ ونقدر نفسر به اللحظة الرهنة نقدر نرسم خرط المستقبل على واحد بلقاء نسبح فيه معا ونستشرف افاق المستقبل شكرا جدا سيد البلوي رئيس حزب الوفد الاسبق كنت معي كل شكرة تقديرا بنا مجال الكرام انتهى وقتي نلتقي غدا دنبوا في امان الله